فاكرينه اتقابض النهاردة على صفوان سابت بكتب عن صفوان سابت منذ عام 2007 مش 2020 2007 تاني كررها بكتب عنه من عام 2007 وبتكلم عن علاقته بالاخوان من 2007 مش في ديسمبر 2020 وراحوا قضايا ويعملوا اللي بيقولوا علينا غلطوا ويجي ويجي الاهرام ويقابل الناس و2011 و2012 ونعمل مش عارف ايه ما كناش بنقول كلام عمرنا ما قلنا كلام وطلع كذب ابدا بقول لحضراتكو يرجع للاهرام من 2007 تجد اللي بيتعمل النهاردة في ديسمبر 2020 عن صفوان سابت ربض عليه النهاردة نسيتوا ربعة كنا نطلع ونقول لكم تمويل عربيات اكل شرب شفتوا العدالة عمرها جاي ما بقول كده اللي بيعمل حاجة نعم يتحاسب عليها بيتحاسب وهيتحاسب بيتحاسب وهيتحاسب دي العدالة في مصر حد شوه قانون ملهاش علاقة بجهينة هو عنده اسهم بتاعته بس لكن الباقي الدنيا شغالة زي الفل وبالمناسبة ده متحفظ على امواله والاسهم بتاعته وحكته هو الشخصي من 2015 طب جهينة توقفت ابدا شغالة ايه شغالة شغالة يعني ما توقف ايش بس الصفوان ثابت هو التمويل ما لهش علاقة بجهينة جهينة في البورصة شغالة والشركة شغالة ولم ولن تتأثر بصفوان ثابت هو سعود تأثر بعبر احمد وتأثر شب حد مهمين اللي بيدوره لجان التحفظ وجايبه خبراء وبيكسبه على فكرة ما بيخسروش جايبين ناس متخصصين وهذه شركة من اكبر الشركات الموجودة في المواد الغزائية والعصاير لا تتأثر بشخص لكن اللي بيعمل غلطة بيعمل جريمة يدفع تمنها المساهمين اللي موجودين لا علاقة ابدا بانه صفوان ثابت يتقبض عليه ويبقى فيه اجراءات ضده تتعلق بجرائم ليست ولدت اليوم جرائم على مدى السنوات لازم توحركته بعارف كده جاء 2012 واثناشر الاهرام كنت كاتب موضوع كبير عنه فقال لي انت يعني وقال لي وقال لي كانوا موجودين قلت له وانا بكتب كلام غلط عليك من امتى بكتب كلام غلط يعني قاعد وقاعد كان وقتها الرئيس تحرير من شاكر مين قلت له كتبت حاجة ضدك ارفع عليه قضية روح قضيني كده ما انا لكاتبه معلومات كله يعني كلام حقيقي اهو النهاردة بتشوفه النهاردة بيطيبض عليه ما كانش موضوع عليه الفين واثناشر ولا عاشر ولا احداشر ولا طلط بيطيبض عليه النهاردة لا علاقة لأي مساهم في جهينة بالقبض على صفوان ثابت ولا يتأثر اي مساهم ولا البورصة ولا اي حاجة ولا بالمناسبة يعني الاسهم بتاعته والشركة السهمة موجودة في البرصة فيش اي مشكلة خالص ولا تأثير لعلى تشغيل الشركة ولا على الناس اللي موجودة في الشركة بقول لحاكم من الفين وخمساشر فيه قراءة التحفظ وقتها كان المسشار عزة خميس رئيس لجنة التحفظ على اموال وبعده جاءت لجنة برئاسة المسشار ياسر بالفتوح ايضا استمر اجراءات التحفظ اوقفوا حاجة واحدة بس الاكواد بتاعت صفوان ثابت وتجميد حصته فقط لا غير انما الباقي كله شغال كله شغال صفوان ثابت جده مرشد التنظيم وخاله مرشد التنظيم من حقيقة حصل الهضيبي لما اقول له الهضيبي الاثنين بتكلمك على مثلا يعني بتكلمك على حاجة مثلا مش معروفة معروفة مين كان بيمقول عناصر بتعمل شغف في البلد مين كان بيمقول التنظيم كله جزء كبير من التنظيم منه وانا بقول لك مثلا اسرار ما تروح تشوف التحقيقات وتشوف الورق وتشوف الكوارس اللي عملها صفوان ثابت وغير صفوان ثابت كتير وقت النهاردة بتاخد حد كده لا بتاخده عشان يكون فيه ادلة عليه ادلة سابتة يقنية عما ارتكبه طب هو طلع صفوان ثابت قال ان انا ورفع قضية عشان مليش علاقة لما كنا منتكلم في الفين واربعتاشر على ربعة وتموير ربعة غيره وغيره راح رفع علينا قضية مثلا وقال ان انا ما عملتش وكله موجود بالصوت الصورة عربيات بتاعته كان بتودي عنده قسطول عربيات كان بيودي اكل شرب اكل ودي حاجات كتير غيره وغيره كانوا فاكريين البلد دي سيبة بلد مستيبة ومش هتبقى سيبة ولا صفوان ولا غير صفوان اي حد يتورط مع الاخوان مش هيتساب واي حد يتورط عشان احداث فوضة في مصر اي ان كان مين هو مش هيتساب تاني بقولك معلومة تبقى عارف البلد بتخافش من حد بلد الله ده لازم البلد تعمل ده البلد لازم تعمل كده بالدستور الدستور حد يقدر يخلف الدستور لازم يطبق الموجود الدستور الحفاظ على امن وسلامة البلد هو ده والشعب هو ده والموسات هو ده واحم البلد هو ده دستور قسم وبعدين فيش حد عرسه بطحة خالص نهائي لا من صفوان ولا من غير صفوان على فكرة يعني لا من صفوان سابت ولا من غير صفوان سابت فيش حد عرسه بطحة صفوان سابت عارف عمل ايه انا بقول لحاكو كان وش الوش الفين واثناشر قدامي عيني في عيني ما عارفش يرد علي والاخوان كانوا يحكموا مش بتكلم عليه النهاردة بعد ما تقبض عليه ده انا بتكلم عنه وهو في عز قوته في الفين وسبعة سبعة وتمانية وتسعة وعشرة واحداشر واثناشر وتلاتاشر واربعتاشر والحد عشرين لم وغير اللي انا قلته عليه من الفين وسبعة لحد النهاردة وبتكلم عليه وفي عز قوته كان القوي واللي عنده والعلاقات وإيه لي وكذا ووضعه لا بس احنا عندنا مصر اهم من اشخاص مصر اهم من اي شخص والحمد الله نقولها فيش عرصنا بطحة ولن يكون عشان كده اللي ضد مصر لو هو مين بتكلم عليه في وهو موجود في مكانه مسألة عندنا يعني زي من يقول احد السيف كده مصر اولا الحمد الله خفش الا من الخالق سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بس خالص بالمناسبة يعني الجزيرة ماتت هشتاجنا عشان ما ننساش ولكن بالمناسبة منتكلمها ومنتكلم على كله بقى الجزيرة ماتت قدام حضرتك